أيها الإخوة هذا كلام مزعج وهذا كلام مؤلم وهذا كلام قاس ولكنه الحقيقة الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح ما بال هؤلاء المسلمين غارقون في الحرام غارقون في الكذب والغيب والنميم غارقون في العلاقات الشائنة مع النساء حياتهم اختلاط ولائمهم اختلاط أعراسهم اختلاط لا يدققون يحبون الدعاة الذين يسهلون عليهم يشيدون بهم كثيرا هذا عالم مرن حضاري عالم متفهم لمعطيات العصر هذا كلام لا ينفعهم لو أسنوا على هؤلاء الذين يخففون عنهم هذا لا ينجيهم يوم القيامة كن مع الحقيقة المرة أيها الإخوة الكرام سامحوني إذا قسوت عليكم والله أنا أقصو على نفسي وأنا أخاطب نفسي وأنا أخاف كما تخافون أنتم وهذا الخطاب تفكير مسموع لا يرزم به أحد ولكن ما أتيت بكلمة واحدة من دون دليل من القرآن والسنة وهذا كلام خالق الأكوان لماذا تخلى الله عنا جميعا؟ لما نحن فيه؟ لماذا شرزمة قليلة تتحدانا كل يوم؟ لماذا نحن فيه؟ لماذا قل ماء السماء؟ لأنه قل ماء الحياء؟ لماذا غلى لحم الضأم؟ لأنه رخص لحم النساء ما هذه الحياة الدنيا؟ مهما طالت ومهما ارتقى الإنسان فيها ومهما جمع من أموال ومهما ارتقى من مناصب ومهما تمكن من غيره إنها كلمح البصر إنها صفر ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء أيها الإخوة الكرام أبدأ خطبتي بهذه الحقيقة في هذه اللحظة الساعة الواحدة وخمس دقائق من هذه اللحظة وإلى الموت وما منا واحد إلا وسيموت هناك قدر من العمر قد يكون لحظة وفي بعض الخطب كان أحد الإخوة المصلين في القاعة وافته المنية وهو يسمع الخطبة من هذه اللحظة إلى ساعة الموت هناك قدر من العمر قد يكون لحظة وقد يستمر سنوات وقد قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمة محمد عامتهم بين الستين والسبعين ولا يجاوز هذا العمر إلا القليل النادر وقد مضى الذي مضى يا ترى والسؤال محرج ومزعج هل بقي بقدر ما مضى؟ هل بقي بقدر ما مضى؟ كيف مضى الذي مضى؟ مضى كلمح البصر وهذا الذي بقي ينضي أيضا كلمح البصر ثم الإنسان أمام عماله كلها أمام أعمال سيحاسب عنها عملا عملا موقفا موقفا حركة حركة سكنة سكنة إعطاء إعطاء منعا منعا صلة صلة قطيعة قطيعة فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون الكلمة التي أقولها آلاف المرات عود نفسك أن تواجه الحقيقة المرة لا أن تركنا إلى الوهم المريح أيها الإخوة الكرام هذه الحقيقة الأولى أنه لا بد من أن نغادر الدنيا وقد حكم علينا بالموت مع وقف التنفيذ ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هذا الحديث الشريف أيها الإخوة ينخلع له القلب إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة مغلوب على أمره ثم يتوب إلى الله توبة نصوحة وينطلق إلى الله ففي هذه اللحظة قد تجد إنسان يعمل بعمل أهل الجنة وليس من أهل الجنة أيها الإخوة الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت علينا إيماننا حتى نلقاه وأن يجعل خير أيامنا آخرها وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها أيها الإخوة الكرام سيظل المؤمن خائفا من تقلب قلبه وهل سمي القلب قلبا إلا لتقلبه ولقد كان عليه الصلاة والسلام كالجبل الراسخ في الإيمان وهو خير عباد الله على الإطلاق ومع ذلك كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لا تقول هذا تشاؤم وهذا تزمت وهذا تشدد والدعاة يقولون غير هذا القضية سهلة افعل ولا حرج الدين يسر ما جعل عليكم في الدين من حرج نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم هذا كله صحيح ولكن بعد التوبة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان أكثر ما كان النبي يحلف لا ومقلب القلوب ومقلب القلوب هذا موضوع أيها الإخوة خطير جدا ينبغي أن نذهب إلى البيوت وأن تبدأ بعد سماع هذه خطة متاعبنا ينبغي أن نحاسب أنفسنا بشكل دقيق ينبغي أن نتحرى دخلنا وأن نتحرى إنفاقنا وأن نتحرى وضع أهلنا وأن نتحرى خروج بناتنا في الطريق وأن نتحرى حجاب زوجاتنا وأن نتحرى نوع كلامنا أيها الإخوة الكرام يقول عليه الصلاة والسلام ولا أظن أن هذا الحديث ينطبق على وقت من أوقات حياة المسلمين كما ينطبق اليوم يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل مصائد الشيطان في هذه الأيام لا تعد ولا تحصى شمة واحدة تصرف الشاب إلى المخدرات وفيلم واحد يأخذ الرجل إلى الزنا فتن كقطع الليل المظلم يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل لذلك الدعاء القرآني ربنا لا تزخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أيها الإخوة سؤال دقيق هل يعاني المؤمن من سكرات الموت الموت لحظة رهيبة والكل يخافه ويكرهه المؤمن والكافر ولا بد لكل أحد منهم ولا فرار عنهم ونزع الروح نزع وآلام النزع آلام وكل إنسان يذوقه مؤمنا أو كافرا لقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون لكن للحقيقة المؤمن لا يناله من ألم الموت إلا القليل بل هو آخر عذاب يعاني منه في حياته كلها أما الكافر فإن نزع الروح هو أول عذاب له وما بعده أصعب بكثير يروي البخاري في صحيحه أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن من نعم الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيته وفي يومي وبين سحري ونحري السحر الرئى وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته دخل علي عبد الرحمن أخوها وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه عرفت أنه يحب السواك قلت أخذه لك فأشار برأسه النعم فتناولته فاشتد عليه قلت ألينه لك فأشار برأسه النعم فلينته وبين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم نصب يده فجعل يقول بل الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري أزكى إنسان أعقل إنسان هو الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها إن للموت لسكرات أيها الإخوة الكرام موضوع آخر في ساعة الموت لحظة الموت لكل عبد من عباد الله هي مرحلة إخبار بالنتيجة النهائية فالمؤمن يبشر بالجنة والكافر يبشر بالنار قال تعالى وهذا معنى الآية الدقيق إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وأما الكافر فإنه يتلقى الصفعات عند الموت قال تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أيها الإخوة الكرام هناك خطب كثيرة وشهيرة وذائعة في العالم الإسلامي تتحدث عن الموت ولكن فيها نصوص ضعيفة جدا أنا حاسبوني في هذه الخطبة عن أي فكرة لا تغطيها آية أو حديث صحيح وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه اللحظات الأخيرة في حياة المؤمن والكافر فقال عليه الصلاة والسلام وهذا حديث دقيق جدا إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفل من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرجوا فتسيلوا روحه كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرجوا منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه كل من في السماء ثم ينتقل من السماء التي تليها إلى التي تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل أكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد روحه فيأتي ملكاني فيجلسانه فيقولاني له من ربك فيقول ربي الله فيقولاني له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولاني له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولاني وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرسوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك التي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح هذا المؤمن وإن العبد الكافر وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح سياب خشنة جدا فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرج إلى سخط من الله وغطب فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف سيخ اللحم من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الخبيثة فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ لا تفتح لهم أبواب السماء فيقول الله عز وجل أكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلة فتطرح روحه طرحا فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكاني فيجلسانه فيقولاني له من ربك؟ فيقول هاء هاء ايه كان غالقا في الأفلام؟ كان غالقا في الموبقات؟ كان غالقا في الملاهي؟ كان غالقا في أكل الربا؟ كان غالقا في المعاصي؟ من ربك؟ ربه الدولار ربه المال ربه المرأة من ربك يقول هاء هاء لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول هاء هاء لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاء هاء لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي أفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح السياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجؤك يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث أيها الإخوة دققوا في أعمالكم دققوا في كسب أموالكم دققوا في إنفاق أموالكم دققوا في بيوتكم لن تحاسب عن مجموع المسلمين أنفذ أنت بريشك حاسب نفسك حاسب نفسك عن بيتك وعن أولادك وعن بناتك وعن ما في البيت من أجهزة حاسب نفسك عن عملك وعن طريقة دخلك وعن طريقة كسب مالك أيها الإخوة الكرام من عصاة المؤمنين من يعذب في قبره على صغير من الإسم وكبير عصاة المؤمنين قد يعذب بعضهم في قبره في صغير من الذنوب وكبير فمنهم من يعذب بالنميمة وهو في القبر ومنهم من يعذب لأنه لم يكن يستثر من بوله يعني كان يظهر عورته أمام الناس منهم من يعذب في دين كان عليه لم يؤده كم مشكلة قرد لا يؤده افعل ما بدا لك هذا الحاضر إليك والمحاكم يعني معظم مشكلات الناس في الديون الآن منهم من يعذب في دين كان عليه لم يؤده ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقلنا تصلي عليه فخطى خطا النبي الكريم خطى خطا ثم قال عليه دين قلنا ديناران فانصرف ولم يصلي عليه فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أحق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصل عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعلت ديناران يعني أديت الدينارين قال لا سأله في اليوم الثالث ما فعلت ديناران قال أديتهما فقال عليه الصلاة والسلام الآن ابترد جلده يعني جلده لم يبترد بالكفالة لم يبترد إلا بالأداء لعظم الدين لو أن الإنسان مات شهيدا في ساحة المعركة وكان عليه دين لا يغفر له أين المسلمون وأين هذه النصوص أيها الإخوة منهم من مات شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد غل بردة لا تساوي أربعة دراهم دخل العذاب بعد الموت مباشرة أيها الإخوة الكرام روى هذا الحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والسياب ثم انطلقنا إلى الوادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر ولم تصبها المقاسم ففزع الناس أشد الفزع فجاء رجل بشراك أو شراكين قال يا رسول الله أصبت يوم خيبر هذين فقال عليه الصلاة والسلام شراك من النار شراكان من النار أيها الإخوة كم أسرة مسلمة يأخذ الأخ الأكبر أجمل ما في البيت يقول هذه من رائحة والدي كل شيء يؤخذ قبل القسمة هو غلول ومن غلّى شراكين قالهما في النار شيء لا قيمة له إطلاقاً أحياناً تكون في الحج يرتدي الإنسان خف خمسة ريالات سمنه تجد أكوام على أبواب الحرام على مثل هذا يحاسب الإنسان أيها الإخوة القبر بغير عذاب عذاب القبر وإن كان بغير عذاب هو عذاب بحد ذاته هو منزل رهيب فيه الوحدة والوحشة والظلمة والضيق قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم اللهم صلي وسلم بالك على سيدنا محمد وليس من مؤمن إلا وهو يستقبل من القبر بضمة أو ضغطة قال عليه الصلاة والسلام في سعد بن معاذ هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفاً من الملائكة قد ضم ضمة ثم فرج عنه في النساء وقد صحح من قبل بعض علماء الحديث فإذا كان هذا حال سعد بن معاذ سيد الأوس السابق بالإيمان الذي لا تحصى مناقبه والذي تز لموته عرش الرحمن فما بالك بنحن بهؤلاء المسلمين المقصرين الذين يأكلون المال الحرام يأكلون الربا يختلطون مع النساء الأجانب يطلقون ألسنتهم بالغيبة والنميمة أيها الإخوة الكرام وما بعد القبر أعظم منه إنه البعث والنشور إنه اليوم الثقيل الطويل إنه يوم العبوس القمطرير إنه يوم واحد ولكنه خمسون ألف سنة من أيام الدنيا طولاً يوم لا تغرب شمسه إلا بعد مضي خمسين ألف سنة يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين في رشحهم وعرقهم إلى أنصاف آذانهم منهم من يأخذه عرقه إلى كعبيه منهم من يأخذه عرقه إلى ركبتيه منهم من يأخذه عرقه إلى سدييه منهم من يرجمه عرقه منهم من يغط في عرقه غطيطاً يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد أيها الإخوة الكرام أمر الله جل جلاله رسوله الكريم بقيام الليل استعداداً وحذراً لهذا اليوم فقال تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلة العبر أن يشتري بيتاً فخماً وأن يركب مركبة فالها وأن يمتع نظره بمحاسن النساء وأن يعلو على الناس في الأرض ويذرون وراءهم يوماً ثقيلة ويقول الله عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيبة السماء منفطر به ويقول الله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبراً جميلاً أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألبا أيها الإخوة لألا تقول الخطيب يتشدد خطب متزمته مخيفة هذه الحقيقة هذه كلها آيات قرآنية وأحاديث صحيحة لكننا ألفنا التساهل وتميع الأمور وتخفيف العقبات والدين يسر وإفعل ولا حرج وربك غفور رحيم ونحن خير أمة أخرجت للناس وهذه بلوى عامة يا أخي ماذا نفعل؟ وفي فتوى أيضاً والفضائيات تقدم من الفتاوي ما لا يعد ولا يحصر لكن الله عز وجل سيحاسبنا ولا يقبل منا عذراً إذا قلنا سمعنا أو قيل لنا لماذا لم تحقق؟ لماذا في أمور الدنيا تحقق؟ لماذا في أمور الدنيا لا تصدق إلا بعد التحقيق؟ لماذا في أمور الآخرة تصدق بدون تحقيق؟ أيها الإخوة الكرامة في هذا اليوم العصيب يرى كل حميم حميمة حميم يعني أشد علاقة في الدنيا التصاقاً زوج وزوجته أخ وأخوه شريك وشريكه هناك علاقات حميمة جداً في الدنيا فقال تعالى ولا يسأل حميم حميمة يا رسول الله أيعرف بعضنا بعضاً يوم القيامة؟ قال نعم يا أم المؤمنين إلا في أربعة مواضع عند الصراط ويوم الحشر وإذا الصحف نشرت وفيما سوى ذلك قد تقع عين الأم على ابنها تقول يا بني جعلت لك صدري ثقاءاً وحجري وطاءاً وبطني وعاءاً فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يقول هذا الابن لأمه وهل من علاقة أشد من علاقة الابن لأمه؟ ليتني أستطيع ذلك يا أماه إنما أشكو مما أنت منه تشكيه نعم أيها الإخوة يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم مامع الزكاة يعذب خمسين ألف سنة في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة رواه الإمام أحمد أيها الإخوة المؤمنون في ظل الله يوم القيامة من أهل الإيمان من يكونون في ظل الله قد خصهم الله بهذا الإكرام لاختصاصهم بالأعمال العظيمة قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يجب أن نخاف يجب أن ترتعد مفاصلنا لهذا اليوم الخوف علامة الإدراك وعدم الخوف علامة الإغلاق إن كنت مدركا ينبغي أن تخاف قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم رأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه أيها الإخوة الكرام مرة ثانية هذا تفكير مسموع أنا أفكر وأنا أخاطب نفسي وحدي والله لكن معي نصوص محرجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله الصحيحة وهذا كلام الله وهذا كلام سيد الخلق وحبيب الحق الذي لا ينطق عن الهوى فلابد من أن نأخذ حذرنا لا بد من أن نراجع حساباتنا لا بد من أن نجلس جلسات نتأمل فيها مصيرنا لا بد من أن ندقق في أعمالنا في تجارتنا في كسبنا في بيعنا في شرائنا في بيوتنا في زوجاتنا في بناتنا لا بد من أن نسأل أنفسنا ماذا أعددنا لهذا اليوم ماذا نجيب الله عز وجل فوربك لنسأل أنهم أجمعين عما كانوا يعملون يؤتى يوم القيامة بأناس لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منسورة قيل يا رسول الله جلهم لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويصمون كما تصمون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها